الخبر الاول اللي عnak عدنا عن جواني وعن قصفة الاصدقاء المشاهير زواني نزل علي حسابي بالانستجرام هده الستوري 전 appliance رفقاتي المشاهير ادخل واشوفوا الفيديو عرصaci بالتوك طبعا المقطع اللي ينزل علي حسابي التوك اللي هو هذا اللي كان كاتب في هذا الفيديو هدية رفقات المشاهير انه كان بهذا الفيديو رح حط لكم جزء من männطعم وتما انظرو كوبيرايد السيارة لكل رفقاتي colors من تتوقعون كان يفسد بالضبط اكتبونا بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن رضا اللي هو صديق رغدا فرضا اعلن عن تصويره الاغنية الجديدة بالبداية نزل هذا الستوري اللي كان دي سجل فيه اغنته الجديدة واليوم طبعا نكمل الاغنية وحاليا دي صور الفيديو كليب فاكتبولي بالكومنتات اذا انتم متحمسين لهذه الاغنية او لا واكتبولي ايضا منو بقم ما سوى اغنية الخبر الثالث اللي عدنا عن نجواني وعن رده هل انتهت قصة بيسان والمشاكل اللي ما بينهم لانكو هواي ما يفتهمون طبعا نجواني مع انه هو نزل هذه الحلقة وكان كاتب عليها الحلقة الاخيرة ما زال بنفس الوقت يطلعون بحساباتهم لان استجرام هو بيسان وقصفون بعض وحتى مرسال وقصفة وايضا للدس اللي نزلها فالناس اللي تتسأل هل انتهت القصة او لا فجواني الرد على هذا الشي بهذا البث المباشر راح اطلكم جزء من عنده شوفو ماكو باب الحالة بيساني 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 واضح يا حبايب ان القصة اللي الان ما انتهت وواضح ان كل اللي شفناه والخصوف اللي صاير مجرد كان برومو للجزء الجديد الخبر العسالي اللي عدنا عن نجواني وشنو رأيه بغيث مروان وبناجي القاقف طبعا هذا البث تجاوب على هذا السؤال ما شاء الله هذا البث هو يجاوب على السي لو طلع عنا هواي اخبار فشوفو شنو كان رأيه بيهم غيث غيث خبار محترم بيحاله اعماله بالأيوش يعني ما اجي ما اجي ما اجي مجمونا بي اكشن وبس والله هنا وصل نهاية المقطع اتمنى المقطع اعجابكم لنجسوا تحطوا اللايك وتشتركوا من القناة تشاركوا من قناة القصص مع السلامة